إن مدينة اسطنبول هي ملكة مدن العالم بقبابها الشامخة ومنازلها الصيفية الرائعة ليدي دورين نيافي البريطانية إن من يملك اسطنبول يحكم العالم بأكمله ولو كان العالم دولة واحدة لكانت اسطنبول عاصمتها نابوليون بونابارت إن اسطنبول التي هي زينة الوطن التركي وثروة التاريخ التركي وبؤبؤ عين الشعب التركي وهي موجودة في نقطة تقاطع العالمين الكبيرين وهي المدينة التي وجدت لنفسها مكانا في قلوب جميع المواطنين نصطفى كمال أتاتورك حياة جديدة تبدأ في أجمل مدينة في العالم وفي قلب المدينة تماما يتم تأسيس مشروع بيالي باشا اسطنبول في بي أوغلو وهو أكبر مشروع للتحول الحضاري في تركيا الذي يتم تأسيسه من قبل القطاع الخاص الحياة في بيالي باشا تعني بيشيك تاش الذي هو حي الحياة الحياوية والشابة في مضيق اسطنبول نيشان تاتشي الذي هو من أحياء مواقف التسوق الأجمل والأفخم في العالم شارع استقلال الذي هو نبض الثقافات المتعددة منذ قرون برج غلطة الذي يحيي شعب اسطنبول منذ ما يقرب 1500 عام شبه الجزيرة التاريخية التي هي نقطة اجتماع الماضي مع الحاضر بيار لوتي الذي يمكنكم مشاهدة الخليج بشكل بانورامي منه في متناوليتكم بيالي باشا اسطنبول هي على مسافة بضع دقائق إلى روابط طريق تي اي ام وطريق اي فايف والطريق المحيطي وإلى كابتاش ونيشان تاشي وبشيك تاش وخليج وقاركوي من خلال الأنفاق الموجودة إلى جانبكم مباشرة يكون وصولكم إلى القصر العدلي في اسطنبول وإلى المستشفى الكبير ومراكز التجارة والحياة والترفيه وإلى عملكم ومدرساتكم وتصوككم وباختصار إلى الحياة في اسطنبول من خلال موقف مترو باس أوك ميداني وعبر موقف مترو للقصر العدلي ممكنا بأسرع وأسهل شكل إذا كنتم تسكنون في بيالي باشا اسطنبول فهذا يعني أنكم قاربون من أحدث الأحياء والأكثر حيوية في اسطنبول وصولا إلى زوايا التاريخية والتقليدية إن بيالي باشا اسطنبول التي تمتد خبراتها وماضيها لأكثر من 60 سنة تمنح هذا الحي التاريخي في اسطنبول سمعته الذي يستحقه بتراثه التاريخي التي أورثتها بيالي باشا التي تم تأسيسها من قبل قبطان البحر بيالي محمد باشا بأمر السلطان سليمان القانوني قبل 500 عام تقريبا ترتفع في قلب اسطنبول باي أوغلو مع مساكنها وبلوك شقق الرزيدانس فيها والفندق والمكاتب وشارع التسوق بدأت الحياة في بيالي باشا اسطنبول احصلوا على مكانكم الآن